اخر فيديو توقفنا فيه كان اضافة للبروجيكت في هذا فيديو سنقوم بمراجعة لبعض الاشيوز التي قمنا بفتحها سنقوم بغرقها لانه تم العمل عليها وايضا سنقوم بانشاء اذا نأتي على الترمينول وسنستخدم اذا بيم بيم وقبل هذا نأتينا نعمل الاس حتى نستارث محتويات المجلد الذي نحن فيه اذا سنأتي على المجلد او ايضا نعمل الاس اذا لدينا هنا مجلد الستوري بوك هذا المجلد كما قلنا سابقا سنقوم باستخدامه كدوكمنتيشن للقنبوننت التي سنقوم بانشاءه لا نحتاج الى مجلد اخر وهذا المجلد الذي سيحتوي لي على المشروع نفسه او نفسها التي عبارة عن اداة فيدباك اذا سنقوم بتنفيذ هذا الامر اذا سيتم انشاء لنا جديد او فولدر جديد اوكي كان ونحتاج ان نقوم باضافة اسم هنا اذا سنضع اسم اوكي كان الامر غير صحيح اذا سنتي على الديكومنتيشن لنكس جي اس اوكي اذا الامر هو كرييت نكسد اوب اذا نعمل كوبي لهذا الامر هنا اذا نعمل واي اذا اسم البروجيكت اذا سيكون اذا سنستخدم تايب سكريبت ياس 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 لينت ياس تيلوينت ياس لا شوص تايركتوري لا اوب راوتر ياس وهنا نعمل اذا ياس هنا فقط يعني حتى نستخدم الاليس عندما نقوم بعمل امبورت بدلنا من ان نكتب الامر الابارة الطاولة اوكي نتركها by default like that اذا الاحين تجهيز لنا البروجيكت اذا نسنته هنا على الاشيوز ونرى ما هي الاشيوز التي عملنا عليها اذا الستوري بوك انتجريشن قمنا بعملها وبتالي نقوم بعمل الكلوز لياتي الاشيو ريسارش اند بلانين اتي ايضا اظن قمنا بالعمل عليها اوكي قمنا بالعمل عليها اذا سنعملها اذا تقريبا فقط الثلاثين اشياء التي عملنا عليها اذا نحن الان سنكون في هاتي الغضوة هناك بعض الكمبونت التي سنقوم بانشائهم سواء من طرفيه ومن طرفيكم وايضا لدينا هنا الفيتشورز او ما سنقوم بعمل في التول الخاصة بينه وطبعا كبدا يعني انصحكم ان تبدأوا يعني للناس التي تريد ان تقوم بعمل ان تبدأ بهاتي التسكس هنا الخاصة باللوغين واللوغاوت والبروفايل ماناجمينت ثم بعد ذا كنتي سابميت فيدباك وهذه الاشياء الاخرى اذا لا نتقوم على الدكم او عفوا نتقوم على الفيتش كود ونحظنا في الابس اذا فولدر لدينا فولدر جديد وهو التول اذا الان عندما تقومون بالاشتغال على هاتي او العمل على هاتي التسكس الموجودة هنا اذا انتم في الغالب ستتعاملون مع هذا الفولدر اما الاتوميك كومبوننت فستتعاملون مع هذا الفولدر الموجود هنا كومبوننت اه طبعا يعني ساقوم بانشاء اولى الكومبوننت يعني فقط حتى ترون طريقة انشاء الكومبوننت باستخدام الرياكت اريا وايضا باستخدام البانتاسي اس اس ثم بعد ذلك يمكنكم ان تتبعوا نفس الطريقة اذا اظن تنمى تسطيب لنا البروجيكت نتي هنا على اذا ندين هنا النام تول نقوم بعمل ران فقط حتى نتاكد انه يشتعل اذا سنقوم بتنفيذ الامبر التالي وطبعا نستخدم هنا الفرجن اربعة عشر اخر فرجن موجودة واذا كم الله اذا اتي اذا الصفحة الاساسية لهذا البروجيكت اذا نتوقف عندنا تلحد نكمل في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة